أدروا أعطي نروح لنشوف أخبار الرياضي يلا بينا جولة في الملعب الرياضية معا ليدا تفضلي من شازلي بنصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية وأهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المخلية والعالمية اليوم انصلقت رتلة البداية دندل يا صلاح مول يا صلاح هنبتدي أخبارنا الرياضية باستعداد النادي الأهلي لمواجهة قوية بكرة الساعة التسعة بالليل قدام فريق وفاق الصيف الجزائري في إطار منافسات ذهاب نص نهائي دوري أبطال إفريقيا اللي هيتلاعب على استاد الأهلي والسلام ودخل فريق الأهلي معسكر مغلق بارح عشان يستعد للمباراة المسؤولين في اتحاد الكورة هيعملوا جلسة برئاسة جمال علام في نص الأسبوع اللي جاي مع إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر عشان يتم خسم الجهاز المعاون بالكامل للتجهيز للمرحلة اللي جاية هيعلن اتحاد الكورة ورابطة الأندية المصرية المحترفة جدوى المباريات الدوري العام وبطولة كاس مصر الأديم والحالي يوم 16 مايو وتحديدا بعد مبارتين النادي الأهلي قدام فاق الصيف الجزائري في قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا استلم الدولي المصري محمد صلاح اللاعب ليفر بول جايزة لاعب العام المقدمة من اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا للعام الحالي واللي استلمها امبارح في حفل أقيم في العاصمة بريطانية لندن وحصل صلاح على 48% من الأصوات وقدر يتفوق على نجم مانشستر سيري كيفن دي بروينا ونجم واسها منارد ديكلين وايس اللي احتلوا المراكز الثانية والثالثة في الاستطلاع وبعد ما صلاح استلم الجايزة قال إنه سعيد بتتويجه بجايزة لاعب العام المقدمة من اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا وقال كمان عايز أشكر كل من صوت ليه هو شعور رائع الصحفيين جزء كبير من عائلة كرة القدم وعندنا أمل في الفوز بالمزيد هذا الموسم وأضاف صلاح بحاول أستمتع بكرة القدم الخاصة به والاستمتع بوقتي في النادي ومساعدة الفريق على الفوز بالألقاب وتأهل فريق روما الإيطالي لنهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي بعد فوزه على فريق لاستر سيري بنتيجة 1-0 في المباراة اللي تلعبت إمبارح على ملعب الأولمبيكو وضمنه من أساسات لقاء العودة من الدور نص النهائي لدوري المؤتمر الأوروبي وفريق رينجرز السكوتلندي خطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية باليوروبا ليج بعد فوزه على فريق لايبزيك الألماني بنتيجة 3-1 في المواجهة اللي تلعبت إمبارح على ملعب آي بروك ستيديم ضمن لقاء العودة في الدور نص النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي وتأهل فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني لنهائي الدوري الأوروبي بعد ما فاز على فريق واسحامي نارد الإنجليزي بنتيجة 1-0 في المواجهة اللي جمعت الفرقتين على ستاد دويتش بانك بارك ضمن لقاء العودة في الدور نص النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي ترجمة نانسي قنقر